دعنا 40 عاما في انتظار إيزابال لغواء الجزائري سعيد خطيبي يفوز من خلالها بجهزة كطارة الدولية مشاهدين الكرة نبقى دائما في المجال الادبي والحديث قليلا حول استعدادات كتابنا كتاب الجزائريين لأصلون الدولي للكتاب في طبعتي الثانية والعشرين أسعد بصدافة السيد محمد بطغان شاعر ومترجم مرحبا بك معنا اليوم مرحبا سيدي مرحبا بجمهور النهار بالمتتبعين أنا سعيد بهذه الفرصة وبالتواجب ضمن هذا الفضاء الجميل جميل سيدي الكريم أنت ستكون حاضر في صنون دولي الكتاب في طبعتي الثانية والعشرين من خلال دوان شاعري لم يصدر بعد سيصدر قريبا لذلك لا نملك نسخة منه أولا دعني أقدم التهاني لهذا المجد الجزائري الجديد وأقول مبروك للمتوجين بجأس كتارا وليس سعد خطيبي وحده عبدوها بعيساوي باشير صديق الحميم نسيت لقبه ضيف الله أباشر ضيف الله هؤلاء متوجون شكرا للجزائر هنيئا لنا بهذه الفتوحات الأدبية أقول نعم أنوي وأحلم وأنتظر الحضور بالصالون الدولي للكتاب الجزائر في نهاية أكتوبر وبدأة نوفمبر وسأكون حاضرا هذا العام في دخول أدبي كوني شعرا بكتاب شعري يتضمن مجموعتين شعريتين عنوان الكتاب هو ملاك رجيم يتضمن مجموعتين شعريتين أصوات نظار وليس نظارة أصوات نظار وأحاول أن أتهجى الضراعة هذا الكتاب الشعري تضمن هاتين المجموعتين شعريتين لماذا ملاك رجيما بصراحة في انتباه العنوان عادة الملاك يكون رحيما بالفعل والشيطان يكون رجيما لكن هذا الملاك الرحيم هذا الملاك الذي هو ملاك عادة ما تسقط أشياءه من قوله من سلوكاته ولا ترضي الكثير من الأطراف هل ربما هو ملاك في نظري البعض لكنه في حقيقة الأمر ليس بملاك هذا بعض من ما يطرحه العنوان أو مما تطرحه تأويلات أو تأملات هذا المتلقي الحقيقي أو الافتراضي الذي لا يرى في هذا الملاك ملاكا بل يراه شيطانا رجيما وهو عرضة وكما نقوله نحن بسيبل لكل منتقد لكل منتقد منتقس نعرف دائما بأن الشعر ليس له حظ كبير من رفوف الصالون الدولي للكتاب في الجزائر لماذا في نظرك؟ هل أن الكتاب الجزائري اليوم نقص الشعراء الجزائريين دور نشر ما ينشروش كثيرا في المجال الشعري وقالت بالرواية نعرف لأن الرواية دائما في الصالون دي كتاب لها حيز كبير هذا السؤال العميق كبير وأيضا مفخخ والإجابة على مثل هذا السؤال تتطلب حفرا عميقا في الأسباب والدوافع وإلى غير ذلك فمثل ما هو شائع أن الزمن ليس زمن الشعر بل زمن الرواية هذا دفع بالكثير من الناشرين إلى العزوف عن نشر وطباعة أعمال الشعرية بداعي أن العائد والمردود المالي المادي قليل وضعيف وإذن عليهم أن ينحوا منحا آخر ألا وهو طبع الرواية والأعمال الفنية والأعمال درامية حتى أو أعمال مصرحية إذا الكاتب اليوم في الجزائي يصبح يكتب ما يقرأه القارئ هذا شق ثاني أو هذه مسألة ثانية على هذه العلات على هذه الأسباب مع ذلك هناك شعراء جزائريون وكثيرون جدا ومن الأسماء أو من الأقلام ما لو تناوله أو تناولته ساحة التلقي ساحة القراءة العربية والعالمية لتمثلته حتى في حميمياتها لأن الكتاب الشعرية الجزائرية هي كتابة جيدة كتابة عارفة أسست لنصوصها بطريقة عميقة جدا وبجماليات متنوعة متعددة لماذا لا يتصل هذه الكتابات إلى القارئ لماذا لا تنتشر بصورة المرضية عنها لماذا لا تسوق في شكل جميل ربما عقلية القارئ الجزائري ربما يفضل الرواية أنها تكون نطرة تكون سهلة المعنى ربما الشعر يكون فيها كلمات صعبة محسنات لغير ذلك قد يكون ذلك أنا لا أنفي هذا السبب الذي هو سبب من جملة من الأسباب لكنه ليس السبب الأول والأخير وليس السبب الرئيسي أيضا لأن القارئ الجزائري كثيرا ما نعتناه بأنه لا يقرأ بأنه لا يحسن القراءة الأمر ليس كذلك الجزائريون يقرؤون ويقرؤون بعمق والأدلة والشواهد والمواقف أثبتت أن الجزائري هو فرد مثقف على عكس ما يراد التسويق له لكن الكتاب الشعر أو دواوي الشعر لماذا هذا العزوف هناك حتى الشعراء أنفسهم لم يستطعوا تسويق منتوجهم أو تسويق صور لهم تضمن لهم هذا التواجد والبقاء لدى المتلقين سيد الكريم أنت شاعر ويضا مترجم نعرف أن قضية الترجمة في الجزائر دائما ما تطرح إشكال أنت اليوم حاضر معنا من خلال عدد من الألفات الأدبية التي ترجمتها أقنعت الروح لبار لاجير كوفيست نعم كما نشاهد أقنعت الروح ترجمة محمد بوطغان هذه الرواية هو كاتب سويسري سويدي أيضا ترجمت كتاب الكاتب الجزائري أمين زاوي من اللغة الفرنسية اللغة العربية عطر الخطيئة نشاهد نشاهدنا الكرام هذه المؤلفان الأدبية قمت بترجمات بالإضافة للمؤلفات أخرى سيدي الكريم أيضا الأغاد الحالمة ماكسيم إندي بيك سيدي الكريم ترجمة في الجزائر قليلة وبطيئة شيء معروف اليوم من المسؤول في نظرك قليلة نعم تكت تكون ناظرة بطيئة هي لتكت تصل سواء في يد القارئ أو في يد الهيئات وفضاءات النشر والتلقي والقراءة وحتى الفضاء التجاري من المسؤول على ذلك ليس هناك مسؤول واحد هناك أطراف كثيرة تتحمل المسؤولية تتحمل المسؤولية ما يربع في نظرك كنت في عجال المنهاجية والوسائل الناجعة لنعود نرد الترجمة إلى مكانتها في اعتقادي وقد أكون واهما أو متجنيا غياب مشروع للترجمة في الجزائر وعندما أقول غياب مشروع أنا لا أقصد هذه التصورات التي تأتي من حين لآخر من هذا الطرف أو ذلك ولكن لسا هناك مشروع حقيقي جميع ووضع قيد التنفيذ لنهوض بعملية الترجمة واختيار الأعمال التي تتحمل وهذا ما نتمنى شكرا جزيلا لك سيدي الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر